في أول ظهور له بعد إقرارها طمأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صغار موظفي الدولة بأن الموازنة العام 2021 لن تمس رواتبهم بل تستهدف موظفي الدرجات العليا وأن الموازنة عرضت على الكتل السياسية وحازت على دعمهم جميعا حيث سيتم استقطاع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث و30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء في موازنة 2021 أما بشأن سعر صرف الدولار فقال وزير المالية أجبرنا تغيير بصرف السعر الدولار لحماية الاقتصاد وأن فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع وهذه الموازنة تعد الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي حيث سيكون حجم الإنفاق الاستثماري بحدود 8 تريليون دينار فضلا عن إنها تضمنت مشروعي القطار المعلق وميناء الفاو وبعض المشاريع الأخرى وكان من المفترض أن ترسل الموازنة للبرلمان قبل 45 يوما لا سيما أن نص القانون يحدد إرسال مشروع الموازنة قبل 15 أكتوبر من تشرين الأول من كل عام وأمام هذا التأخير هل ستقر الموازنة قبل نهاية هذا العام أم إن هناك وعدا سياسيا فيها قد تعرق الموضوع إقرارها حديث بغداد لهذه الليلة الموازنة في ملعب البرلمان قلق شعبي وتفاؤل حكومي لكن ترجمة نانسي قنقر